مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء يوم الثلاثاء أجواء حارة في معظم مناطق المملكة تقريبا حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية خاصة المناطق الشمالية الأربية انخفاض على درجات الحرارة مع نشاط للرياح وإثارة الغبار والأتربي كذلك المناطق الشمالية الشرقية أما الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة وأيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المناطق الجنوبية الغربية وبالتالي تتكاثر السحب الركامية والركام المزني وتسقط زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرك والبرد والرعد أحيانا ابتداء من المناطق الجنوبية الغربية حتى تقريبا منطقة الطائف وتشمل أيضا حول منطقة مكة المكرمة هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول وأيضا جريان المياه في الأودية والأماكن المنخفضة والأجواء بشكل عام حارة في معظم مناطق المملكة مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله